حضرات السادة مفيش حديث في مصر في الساعات اللي فاتت دي إلا الموضوع اللي ورايا ده موضوع ماذا حدث في مستشفى قويسنا وقويسنا دي واحدة من ملاكز المنوفية المنوفية دي اللي طلعت على فكرة المنوفية فيها أجود أراضي زراعية بلا مبلغة وفيها أحلى فلاحين أشتر فلاحين يعملوا زراعة أنا شفت ده أنا رحت المنوفية رحت طاليا والشهداء وعدت مع الفلاحين هناك أحلى أرض ويباروا بعضهم في الزراعة لكن المنوفية كمان اشتهرت من بعد السادات بأنها بلد الرؤساء والمنوفية فيها أكبر نسبة ناس داخل الجيش أغلب المنايفة يحب يورد يوردهم جيش زي الصعيدة يحب يوردهم النيابة والشرطة المنوفية وجيش مصر ما فيهاش حديث إلا موضوع مستشفى قويسنا واللي حصل في مستشفى قويسنا مشهد الكرباج اللي رجع مصر زمان للعبيد والسادة ماشي؟ لكن ايه حقيقة اللي حصل في الحادثة دي؟ حادثة بوساطة لها روايتين الرواية الأولى هي كلام الأطباء والطمريد وهي أنه مراد زابط طيار دخلت مستشفى قويسنا لعندها اشتباه في نزيف للحمل الدكاتر اللي كانوا في المستشفى في اللحظة دي كانوا في العمليات فأهل المريد معجبهمش الموضوع واتصلوا بالضابط كبير العيلة بقى نورت العيلة اللي جاء ونزلوا ضرب في التمريد بالكرباج والأسيان وساعة الكهربائي قادي البوسطة هو هنقول اللي علينا أول ميلا ده دكتور سام يوسف وبي اتش دي يعني بروفيسير قال أو كتب بيقول هذا هو الطيار هو الضابط الطيار الذي اعتدى هو وعائلته على خمس ممرضات زائد ثلاث عاملات اتضربوا ورجليهم وإديهم اتكسرت زائد ممرضة كانت حامل وأجهدت بعد استخدام الكرباج في ضربها من جانب أم الضابط الطيار وهو شارك في ضرب طاقم التمريد الخطير هنا في هذا الاعتداء هو الرمز النفسي المريض لفكرة استخدام الكرباج ده دكتور بروفيسير أحد الشهود نشوف بقى من بعيد لبعيد يا حبيبي سلم كده نشوف كده من بعيد الضرب بالكرباج ترجمة نانسي قنقر أنا اللي هيجنن الحقيقة الكرباج ده طلع منين من مبارح على قناتي بسأل السؤال ده أيه الكرباج ده طلع منين إزاي إزاي الكرباج ده طلع يعني كان عندي مين فعربيت مين شاي الكرباج مش بس كده ده الزابط لما دخل في الموضوع الكابتن طيار دهس الست دسعى الممرضة أهو دخل دسعى لها برجله عجانها دخل دسعى لها برجله عجانها بوس عجانها مش بني أدمى أصلا مش بني أدمى أصلا تخيل أنت ممرضة تخيل أنت ست أنا بتخانم مع ست ست يعني حطها تحت رجلي ودوس عليها عجانها هم بيعلمهم كده على فكرة أنت إحنا بشوات البلد والله العظيم هم بيعلمهم كده الإعلام بيعلمهم كده أمان إنت لما تبقى ابنك في المدرسة وشايف سياد المدير المدرسة والسيدة واكيلة المدرسة وبعدين يشوف جنبه واحد الزابط واقف حامل كده الزابط الجيش ويشوف الناظر أو مدير المدرسة بيتوسل للزابط الجيش هم بيعلم كده أن الجيش ده هو دي العيلة العلوية العيلة اللي ملك البلد ماذا يعني كورباج في عرمية حد شيء عجيب الكورباج ده كان زمان لما كانوا يخشوا المماليك أو الأسرياء بتوع مصر يجلدوش الفلاح عشان يدفعوه دريبة ثم انحضر الزمن ده وانتهى واقتصر الكورباج على هيقتين على سجون مصر لازال فيها كورباج لحد الوقت وعلى العربجية في الشوارع اللي هم بتوع الحناطير بس وغير ده كله بقى الراجل بيدوس على الممرضة برجله قات الصورة تانية الله خليك بيدوس عليها برجله بيدوس على بني قدمة برجله برجله بيدوس بيعجينها بعد ما خدها اتنين مش عارف بنيتين في ازداغها بيدوس عليها برجله نسمع كده من الممرضة من نقيبة التمريد بتحكي القصة وازاي بتضرب حصل بالساعق الكهربائي كمان اسمع انا مطلبنا هو يعني زي يعني ما البيان اللي خلع في الحقيقة وده بيان محترم جدا المتحدث الرسمي يعني عايدة قوله حيك احنا يعني اللي غيرت ياخد بس العقابه يعني دول الناس احنا بنقول جيش الأبيض بنقول ملائكة الرحمة وبنقول ان هما سايبين بيوتهم وقاعدين يستقبلوا المرضى وده واجبنا وده قصمنا اللي احنا قصمنا عليه لكن مش جزتهم ان هما يعني اكيد حيك شفت الفيديو انا بسمعك يا دكتورة كوسر عشان تقولي كل اللي عندي كفن يعني اكيد حيك شفت الفيديو ده لا الفيديو شيء مهيد قوي بشع وصعد قهربائي ويعيلة كلها حريم ورجالة يضربوا التمريد والتمريد سيدات طيب وبنات فانا أسف جدا في اللي انا أقوله ده لو حدي مش بني آدم حتى ما يتعملش في كده ما يتعمل لو هما افتراضا رغم هما ما أثروش يعني الواقع ان الحالة جاية والحالة جاية في جهاد منذر نزيف بسيط الدكاترة في العمليات طيب مريد اتصل بالدكاترة في حالة واحد من ثلاث قالوا ما عملوهم صنار يعني في إجراءات بتتاخذ المريدة ما أهملتش ورغم كده الأهالي مع جبهاء يعني الدنيا الدكاترة تسيب الحالة اللي في العمليات وتيجي يعني احنا تعاملنا معها معاملة برضو علمية ومهنية ما أثر ماش معاها الرواية التانية بقى هي كلام أهل المريدة نفسها اللي بيقولوا ان حالة مرات الطيار كانت خطر وان المستشفى تعاملت معاهم بتهاون وحبسوهم جوه المستشفى زي ما البوس ده بيقول أهو تسمحني أنزل كلامك عشان ناسب عندها كلام أهل المريدة زوج المريدة وأخوه كانوا وصلوا إلى اللي هو رأي الطيار بالمناسبة طالما قالوا وظابط جيش بلطجي بيعتدى عليهم لقى زوجته بتموت هي والبيبي بدون مبالغة وحصل انفصال في المشيمة وهي حلق نزلت البيبي مش عارف حط نفسك مكان مثلا المفروض تصرف إزاينا أخواتي يتضربوا وزوجتي بتموت أتمنى من حضرتك يعني ده وهم على باب التوارئ أنا ببعت لحضرتك الفيديو أنا أقول لحضرتك الموضوع عشان دي المشكلة اللي حصلت مع عائلتي دي مرات أخوية جالها نزيف عشان حامل وكانت بيتموت بدون مبالغة ودخلين بها التوارئ الممرضات بنستحيل عليهم بنستحيل عليهم يعني عشان يتصرفوا يندهوا دكتور يعملوا أي حاجة عشان ينحقوها هي والبيبي منتهى البرود طلعوا 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 زي ما في الفيديو بيظهروا كده طبيعي زي الممرضات بتزعع عليهم وإحنا بنستعجلهم قالوا أدابهم اطلع اطلع شوية اطلع شوية اطلع شوية بالصورة طي قالوا أدابهم على أمي وأخواتي واحدة ضربت زوجة خالي بالألم فبعد الموقف ده ما حصل ده إخوات البنات كلموا إخواتهم اللي هم إخواتهم الولاد من ضمنهم زوج المريضة اللي بتموت هي والبيبي طبعا كان الممرضات والأمن تلموا على زوجة خالي وإخوات البنات بيضربوهم ماشي كاملت ده الكلام دي الرواية بتاعت ايه أهل المريض أنا يعني نشوف الكليب كده تمام مرات أخويا بتنزف ماشي وقافين علينا الباب هلو مرات أخويا بتنزف وقافين علينا الباب بقولنا هجابونا الشرطة وقالنا هجابونا ظهرينا ماشي احنا ما عملنا لهمش أي حاجة هلو احنا ما عملنا لهمش أي حاجة وهم اللي قالوا أدبهم علينا ومرات أخويا بتنزف بتموت مننا ومشعودين يعالجوها ماشي 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 والناس بتشتري مرات أخويا مساء ستة الصبح مرات أخويا مساء ستة الصبح بتموت ماشي بتنزف طبعا واضح جدا ان الفيديو ده بعد المدعكة بعد الكرباج والسعق الكهربائي ودوس الممرضة وضربة حوالي ثمان ستات يعني واضح جدا بتقول احنا ما عملنا همش حاجة يعني واضح جدا لكن حتى بافتراض ان كلام اهل المريضة مرات الزابط صحيح فهل ده مبرر للضرب بالكرباج والعصى الكهربائية لانه ببساطة اهل المريض واضح كده ان هم يعني تصرفوا تصرف بلتجية وده اللي اتغرس فوعي الناس ان الفئة فيه فئة من المجتمع من حقها تعمل اللي هي عايزة حدش تعالها فيه حد كاتب بوست كده شبه القصة دي بحاجة بيقولك امس شاهدت بالصدفة مشهد من مسلسل سخيف على قناة التلفزيون المصري يبدو ان مسلسل ظهر من هزو سنوات اسمه زل الرئيس وضعت الرابط تحت هو بيقول كده وضعت الرابط تحت فبيقول بالنص كده يا علي اللي انا بعته لك ده بيقول بالنص انه في المشهد البطل اللي همام العدلات عن تر زمانه الشجيع سيادة الزابط طبعا اتعرضت اسرته للقتل على يد مجرمين وبالتالي سيادة الزابط طبعا غضبان ومددائي يعمل ايه سيادة البطل عشان يخرج شعنة الغضب يضرب الدكتور على طول كده يضرب الدكتور والدكتور اللي عمل معا ليه في محاولة انقاذ اسرته اسرت سيادة الزابط البطل وطبعا الدكتور في المشهد بياخدت ضربه مؤدب وساكت ومدلدل في ازلال وزل معلش اصل بيه الزابط معزور وغضبان هل الدكتور قتل اسرته سيادة الزابط لا بس هو البخرج عايز كده والعاملين في المستشفى والامن كله واقف يتابع متأثر عشان سيادته الزابط الزعلان مش مشكلة يطلع غضبه في الدكتور معلش يا جماعة اصله معزور متدايق عشان اسرته اللي ماتت طبعا ده مجرد مثال لما يتم زرعته في عقول مصريين كل يوم عادي تضرب الدكتور او تهينه اصل جماعة بيشتغل مهنة انسانية المفروض بيستحمل يعني واصل البيت ضابط متدايق شوي عشان اقاربه المرضى عادي الدكتور مطلوب منه يكون دكتور شاطر ورائع وبيعمل معجزات يسافر يحضر مؤتمرات يطور نفسه في نفس الوقت ببلاش او يعالج الناس من جيبه او يعيش فقير وعيب طبعا يكسب فلوس زي بقية المعنى الحرة ولو كسب لازم تاخدها الحكومة ضرائب ورسوم مستقبل الطب في مصري العيش بين الاهانة والفقر او كلاهما اهو اطلع وراح بقى بيقولك اهو يجسد خالد جلال او اسمه ايدا رمز جلال او ياسر جلال من حد من عائلة جلال يعني دور زابط في الحرس الجمهوري وبيتعرض اسرته لمؤامرات من الشخصيات حتى ويلقى العمل الضوء اهو في اللقطة لما دخل لقى قريبته او قريبه مات فدخل مسك الدكتور اهانه ومرمض بي الارض الحقيقة انه ببساطة اه حصل انه اهو هادي شايف الصور تفرج الصور مسك الدكتور عمال ما وقتها من الحاجات دي يعني الحقيقة انه حصلت كمان محاولة من الاعلام الرسمي لتخفيف الموضوع وطلعت اللجان تقولك السيسي يأمر بشخصيا بالقفض على اه الضابط المعتدي الله اكبر عاش يا بطل وطبعا ده ما حصلش واللي طلع يبرر ويقولك ده تصرف فردي وبيحصل اعتداءات على الممرضات عادي يعني لكن الحقيقة الموضوع تم تصعيده وطلع بيان الجيش او الجيش طلع بيان يقولك احنا بنحقق اطمئنه نشوف كده صورة البيانة اتعم متحدث عسكري القوات المسلحة تتابع عن كثب واقعت مستشفى قوسنا تتابع القوات المسلحة عن كثب ما اثير بمواقع التواصل بشأن وقعت مستشفى قوسنا وتؤكد على كامل احترامها لمبدأ سيارة القانون وتهيب بالجميع تحر الدقة وانتظار التحقيقات عامر اديب طلعي على البيان بتاع الجيش نسمع كده عامر اديب اهو قوات المسلحة طبعا لها أهليات التحقيق بتاعتها اللي كلنا عارفينها فهذا الامر طبعا لانه هو هذا الزابط زابط فيه القوات المسلحة هي عندها آليات التحقيق بتاعها وعندها وسائل الضبط والربط فالقوات المسلحة تحدثت وقالت لك يا اللي بتتكلم وبتقول انه الحادثة دي فيها كذا وانه فيها زابط جيش وانه فيها كذا وكذا وكذا انا بقولك احنا فيه تحقيقات وارجو ونتابع وارجو الانتظار حتى النهاية كل اللي انا بقول لحضرتك ده اوراق رسمية يعني وجود خالد عبدالغفار واراق رسمي كلام المتحدث المحترم الحكاية يبقى اللي انا واقف عندها انه فجأة محدش مهتم قوي بالسد او باللي اتضربوا او يعني كل ده تحط على جنب كلمة الزابط زابط جيش ما هو كل وظيفة ده لو قلنا انه كل الحاجات دي حصلت يعني طبع احنا شفنا الاعتداء الوحشي شفنا الاعتداء الجامد كل حاجة شفناها ما فيش حاجة ما شفناهاش انما كل وظيفة هو الناس اللي بتخش مستشفيات كل يوم وبتعتدي عليها هم كلهم زباط جيش في مرة يبقى مهندس مرة يبقى سباك مرة يبقى مدرس مرة واعتدي على الناس برد اه بس اه بس الاعتداء من شاب اه على بنت في الشارع يبقى الشاب ده بيسمع الشيخ الشعراوي لما يعتدي محمد عادل ويقتل نيرا اشرف في الشارع اه تطلع السيدات نهادة بالقمصان ويطلع عمري اديب يقول ده نتيجة التربية وكأن كل الشباب بيطلعوا يضربوا البنات في الشارع بالجازمة بس لما زباط جيش يعملها يبقى حادث فردي لما تطلع يطلع شاب يضرب بنت في الشارع وهو فعل مستهجن فيبقى ده نتيجة التربية والشباب اتغيروا والتربية حصل فيها مشكلة وده نتيجة الزكورية وتطلع نهادهم والقمصان والبوكسرات تطلع تقولك الزكورية المجتمع الحاجات الدين لكن لما يحصل ظابط جيش يعمل المنظر ده بالكرباج والسعق ويسقط ست ويدرق ثمان ستات فيبقى ده حادث فردي حادث فردي مفيش زكورية بقى انتهى مفيش بقى الجندر هنا مفيش بقى عين حقوق المرأة مفيش الكلام ده ده حادث فردي واحد طحن تمان ستات لا يا عمر بقى انا اقولك وانا اعلمك لانك انت معرض انا اقولك بقى انا اقولك يا حج عمر في الشرع في الشرع حسب القدرة الاهلية والعقلية بنتحاكم او بنتحاسم المكلف المتزوج غير العازم ده شرعا في القانون نفس القصة بمعنى ان كل ما الواحد في مستوى معين وضع معين لا يتحاسم على وضعه يعني لو انا ماشي في الشرع او لو انت ماشي في الشرع عمر واحد قال لك يا قرع وطلع عين عبيت غلبان عربان بتسيبه لكن لو واحد محترم قال لك يا قرع هتوقف تقول فقا تعالى بقى انا هعمل لك محضر في الاسم محضر تعدي وسب وقس ليه لانك بتعامله على انه راجل من المجتمع ومن كلمة المجتمع ده راجل المثقف ده راجل كامل الاهلية ده راجل يشغل منصب مهم فاذا لما الضابط يشتغل زي العربجية كده ما احترمنا للعربجية يعني يخش يقتحم مؤسسة حكومية ويتعدى على موظفين حكوميين ويتعدى كذكر على مجموعة من الاناس لا سوري يبقى مش حادث فردي يبقى نرجع بقى للمؤسسة اللي اتخرج منها ونعيد الخطاب العسكري لان انا يا عمر وبقول لك اهو اتحداك على الهوى لو ان اللي عمل كده شيخ كان زماننا بنجيب سيرة الازهر كله لو اللي دخل عمل التصرف الهمج البداي ده شيخ معمم ازهري كان زمانك انت واصحابك من جوءة المعرضين كان زمانكوا جايبين سيرة بقى وزارة الاوقاف وسيرة السلف الصالح والسلف الغير صالح والكتب التراصية وكان زمان خالد منتصر طلع الدانا محاضرات فهكذا هادي نتيجة الفكر السلفي وتقديس فكر عبر الاف السنين كان زمانكوا جايبين شيخ احمد طيب جايبين عمته جايبين هالارض كان زمانكوا بكلموا على هذه البرامج الدينية متوصلنا لكده ها هو دي المشايخ ما كانش هيبه حادث فردي وده عيبكم يا عمر بقى ان انتو ريحتك وحشة ريحتك وحشة اذا سرقت ابن الامير فيكم في ابا حادث فردي لكن اذا سرقت ضعيف لا يبقى الضعفة كلهم يروعوا في دهية عيب عيب توصل نفسك للمستوى ده عشان تدافع عن الجيش بالعكس بالعكس ده كونه زابط طيار معنى انه مطلوب منه او مدرب على انه يمسك عصابه وكونه مثقف وابن ناس ده اذا كان ابن ناس فيبقى تصرفه في الشدائد غير كده الفرق بين الذي لم يؤتى حظ من التعليم والتربية واللي قوتي من الحظ من التعليم والتربية هو التصرف وقت الشدة وقت الضغط العصبي ده بيتصرف ازاي احنا نقول كده السيارة استعمال دكتور استعمال طبيب لأن الدكاترة معروفين انهم ناس صوتهم واطي ومحترمين وبيتعاملوا باحترام وما يردوش على الإساءة بإساءة وهكذا المهانسين نفس القصة فكلما والفنان نفس الفكرة فكلما الشخص كان راقي في تعليمه وفي تدريبه كلما كان رد فعله على الحاجات اللي فيها بزاءات وإهانات كان يبقى أرقى الطيار ده مفترض ان ده أعلى سلك في الجيش لانه الطيار والبحرية هم السلاحين اللي في الجيش غير بتوع المشابق والجو واليادة غير بتوع الكعابي دول الطيارين وبتوع البحرية دول مفروض الناس بتتعامل مع أجهزة إلكترونية بتعامل مع أجهزة معقدة مش بتعامل مع كلاشنكوف ومدفع ثمانية وسام ستة لا ده بتعامل مع طيارة بتعامل مع اسمائدة فرقاطة فدول مفترض في العسكرية انهم أرقى تدريب وأرقى حتى في الاختيار مفترض أن الطيار ده هو طاير في الجو بياخد قرارات بيتدرب على أنه يكتم غضبه ويتعامل مع أشد لحظات الضغط العصبي بقرار هو بتاع البحرية ده بقى مفروض أنه مدرب فلما يخش بالشكل ده من أول مساء الخير يا جماعة ضرب بالشلاليت وكهربة ويقعد عديدعك في الست وتحت رجله لا سور يا عم ده يتحاكم سلاح الطيران كله لأنه معناه أن السلاح ده بيضربش زباطه كويس تخيل يا عم لو الزبط ده راكب طيارته وواحد جاب له وصير طمه بلعيب تخيل ده يعمل فينا إيه ده يخش بالطيارة في الأمارة ده ممكن يولع في منطقة سكنية كاملة تخيل ده لو تنرفز وهو بيقود طائرة مقاتلة لأنه قاد مقاتل طائر مقاتل تخيل بقى والطيارة دي فيها مدافع وحاجات وهم راح واحد قال له همك وقتك وبتعوي الحاجات دي هيولع في المنطقة ده بالعكس ده يتحاكم أكتر ده القانون يجيبه أكتر اقتحم منشأة حكومية وتعدى على موظفين حكوميات حكوميات ده الوحده دي جريمة لوحدها مش بس كده ده طحن الستات بشكل لا يليق إلا بعرباجة حدور فين بقى الستات نهدب الأمصان فين الباكيات على نايرة أشرف تمن ستات تمن ستات اتحنوا وأخسم بالله العظيم أنا بقولي الكلام ده عشان إنه زاب الجيش لا أنا بقولي إن البلد بقى فيها خيار فقوس كريم الهواري يدوس عيال وهب يتعمل له قضية كده ابنة بتاع الغرداء قال في ليلة وليه ده اسمه ايه كامل أبو علي يطحن مهندسة مايسكندر يطحنها وهو سكران ومشي مخالف وزي الفل نخنوخ يطلع من السجن وزي الحلاوة عرباجي آآ بلطاجي ويطلع من السجن وزي الحلاوة محصن السكري ياخد مليون دولار عشان يقتل وحدة وثبت بالتحقيقات واخد إعدام ثم أخد مؤبد ويطلع عادي جدا في العفاة الرئاسي هشام طلعت مصطفى يدي الواحد مليون دولار عشان وحدة رفضته فيبعث واحد يقتلها وبعدين يبقى الشريك في الجريمة ياخد مؤبد وبعدين هم يطلع برضو براءة آخه بطرس غالي ممسوك في قضية أثار وثابت بالتحقيقات بالتعاون مع قنصل إيطاليا في مصر وإيطاليا هي اللي بلاغت وياخد خمستاشر سنة سجن ودولت فيه كلام إنه طالع إيه دي البلد عارف يا عمر في السعودية بقى خلينا الأول فأمريكا أروح لأمريكا زابط شرطة فأمريكا تعد على ممرضة والنبي يجيبني الخبر ده اللي يخليك ممرضة فأمريكا يا جماعة يا كنترول يا نايم فأمريكا زابط شرطة تعد على ممرضة دفع لها نص مليون دولار تعويض ارجع للبي بي سي فين يا علي فين أهو حصلت على رص مليون دولار لمواجهتها الشرطة وحماية المريض أهو بفضل إصرارها على تطبيق قواني المستشفى ولو في مواجهة الشرطة حصلت ممرضة على تعويض بقيمة خمسمائة ألف دولار إيه بقى اللي حصل القصة تخص ممرضة في ولاية بوتا أو سوريوتا الأمريكية التي حصلت على التعويض كل هذا الأسبوع في إطار تسوية نقضية مع مدينة سالت ليك سيتي وجامعة يوتا التي تدين المستشفى وتعود القصة إلى رفض الممرضة السماح لشرطي بأخذ عين الدم من مريض رفضت تدي للشرطة عين الدم من مريض وتعلق الأمر مش عارف بإيه شاحنة بسائق شاحنة كان فاقد للوعي إثر حاد السير وبررت الممرضة رفضها بعدم توفر الشرطي جيف باين على إذن من المريض عشان ياخد منه عينة أو ترخيص فرفضت غير أن الشرطي الذي كان في حالة غضب قام باعتقالها وقيد يديها بعد دفعها إلى الجدار قبل أن يطلق صراحة في وقت لاحق دون توجيه أي تؤم إليها وقد اشتهرت القضية بعد حصول الممرضة ومحاميها على فيديو من كاميرا المراقبة التي كان الشرطي يحملها إثر طلب تقدم به وقد جرى بعد ذلك تداول لقطات من الفيديو على الإنترنت وأقيل الشرطي من منصبه بعد تحقيق قامت به الشرطة التي قدمت اعتذار عن تصرف الشرطي كما أكدت إدارة المستشفى أن الممرضة تصرفت وفق السياسة المتبعة في المستشفى وخادت نصف مليون دولار وأقيل الشرطي والدخلية اعتذرت على فكرة والله ما عمل لها حاجة ده قيدها من إيديها وبالكلبش وخادها اعتقال ودها الاسم شوية ورجعها لا ضربها ولا أهلها ولا كرباج ولا عصام كهربا ولا داس عليها وهي رفضت تديه له عينا لأنهم عندوش تصيح من واحد عامل حادثة سواء عامل حادثة والشرطي جايبه عايز عينا منه مدام عشان نعمله المحضر ونخلص مش هديه لك ليه؟ ما عندكش إذن ليه ما عندكش المريض مش عايز هو القانون كده هو القانون كده تبتعلي معي بقى مدام مكلبش يلا على الاسم عادة كم ساعة ومشاها لا سوري أنا مواطنة وبشتغل وعملت شغلي فتعتذر وزارة الداخلية وتدفع نصف مليون دولار غرامة للممردة ويقال الزابد ده هنبعد بعيد ليه؟ في السعودية الشقيقة الكبرى جنبنا لو تعديت على ممرض عشر سنين سجل يفتع متعلقة في كل مستشفات السعودية لو تعديت الدين اللي يفتع علي الله يسترك كده لو تعديت على ممرضة أو حد منتقم التوريد وزارة الصحة المملكة العربية السعودية الاعتداء على الممارس الصحي لفظيا أو جسديا جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن تصل إلى عشر سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال بإمكانك أنك تاخد حقك من خلال التوجه إلى حقوق وعلاقات المرضى أو كلم تسعة تلاتة سبعة أنت متخيل؟ الاعتداء على الممارس الصحي لفظيا أو جسديا تتخبط فيها عشر سنوات سجن أو مليون ريال عندنا طلع وزير التعليم يقول للممرضة حقك عليها عندنا استدعو للنيابة من حقه بعد ما الديني عاصط عندنا بتاع الصحة بتاع قويسنا قال لهم إحنا عملنا لكم المحضر وإذا ما إنتوا عايزين بس أنا مش دعوا بعد كده لا يحصلين بليش علاقة الدكتورة هندي دي بتاعتهم تقول لهم يا جماعة ما هم كمان مقدمين محضر وتطلع أمه أو حد من ست كده لابسة حاجات كده وبتاعة تقول لك هيعمل إيه ابني لما يلاقي أمه مضروبة بالألم ومرمية على الأرض انت كدابة انت كمان كدابة انت كدابة كمان دي مش دولة قانون وبص عمر قديم يقول لك عشان زابط جيش آه عشان زابط جيش إيه رأيك أيو مفروض الوزارة الدفاع تتعتذر وتدفع غرامة ويقال هذا الضابط أيو عشان زابط جيش أيو أيو عشان زابط جيش عمر غلطة الشاطر كبيرة تتعطيها تتعطيها على صفحات